موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم مشاهدين الكرام إلى حلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم نعرض لحضراتكم أبرز ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن العراق وبإمكان حضراتكم مشاهدين أن تتواصلوا معنا من خلال أرقام هواتفنا التي تظهر أسفل الشاشة أمامكم أو من خلال الرقم المخصص للواتس آب الذي يمكنكم من إرسال رسائلكم النصية والتي سنقرأها تباعا إن شاء الله في هذه الحلقة نبدأ مشاهدين الكرام من فقرة المقاطع المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي تتعرض مجميع من صيدي الأسماك في محافظة البصرة لمضايقات متواصلة من قبل خفر السواحل الكويتي والإيراني كذلك وذلك أثناء إبحارهم في المياه الإقليمية والمياه المشتركة وقالت جمعية النصر للصيد وتسويق الأسماك في محافظة البصرة إن السلطات الكويتية تعتقل أربعة من صيدي السمك العراقيين منذ أسبوعين وبينت الجمعية أن أحد هؤلاء الصيادين مصاب إثر تعرضه لإطلاق نار من قبل السلطات الكويتية هذا وناشدت عائلات الصيادين العراقيين الجهات المختصة لتدخل وإطلاق سراحهم خصوصا بعد إعلان المحكمة الاتحادية بطلان اتفاقية التنازل عن خور عبدالله الموقعة إبان حكومة المالكي ووزير النقلي فيها آنذاك هادي العامري وبالتالي فإن هؤلاء الصيادين يمارسون مهنة الصيد في المياه الإقليمية العراقية دعونا نستمر يعني ولدنا صالهم 15 يوم ماي 16 يوم بلكويت محجوزين والواحد مصاب والمصاب حالته كلش خطرة يعني طلغة طاقة ضهرة واللي طالعة مننا من بطنة ابن أخوي عبدالله ناظم أمين عمره تقريبا 15 سنة إلى 16 سنة وإحنا الناشد المسؤولين يبدو أن نعرف مصير ولدنا يشوفونهم يجزون مننا وفيد يروحون منناك القنصر العراقي بلكويت يناجدونهم يروحوا يشوفونهم ويجبوننا المصير مهلهم هاي الحالات دائماً نصير؟ يحاسبوني ويرموني ليش يجيزوني؟ شنو هاي الظلم ليش هاي الظلم هاي؟ ما شو تظالم هاي؟ أنا أطالب الفراج عن الولد أطالب الفراجهم ونعرف نصيرهم يجيبونهم مننا ونشوف هذا المصاب يجيبون يصوروني حتى لو مقطع فيديو إنه ما بيشي حتى نشوفه حتى قلبنا يبرد والدت مريضة مساوي عملية بالمستشفى وأبوه مريضة إذا اشتافى ما يقدر يتحرك من أهالي الفاو؟ نعم من أهالي الفاو؟ والله إحنا عدنا بحارة صيادة مثل ما تقول روحنا على باب الله من راحة وشوي زلفة الهيالة وتبعوها من راحة أخذهم ليراء الكواتيين سجنهم وصوبوا واحد من عدهم هل يوم ستعاش يوم؟ هل يوم ستعاش يوم؟ هل يوم ستعاش يوم شو صر لك؟ زلمة رجلي رجلي نستمر مع هذا الموضوع مشاهدين الكرام طبعا يحدد القانون الدولي والمياه الإقليمية للدول بـ 12 ميلا من الحد البري لكل دولة إلا أن الصيادة العراقية أصبح بعد عام 2003 ضحية في مياه بلاده الإقليمية في ظل حالة لا دولة التي يشهدها العراق ويرافق تلك الاعتداءات شبه اليومية ضد الصيادين العراقيين تضييق كبير على حركتهم بشكل يوحي بأن العراق فقد السيطرة على حدوده المائية في مياه الخليج العربي لتتنوع الانتهاكات وتشمل الاعتقالات وحجز الزوارق ومصادرة معدات الصيد التي تمثل مصدر الرزق الوحيد للصيادين وارتفعت أصوات ذوي الصيادين المحتجزين من قبل خفر السواحل الكويتي معبرة عن الاستياء والخذلان الحكومي دون انفراجة تذكر فحكومات الاحتلال المتعاقبة على حكم العراق بعد 2003 لم تنتصر للصيادين العراقيين ليكونوا صيدا سهلا للدوريات الكويتية وحتى الايرانية في مياه شط العرب دعونا معا نستمع مشاهدين الكرام إلى مناشدة والدي أحد الصيادين المحتجزين لدى الجانب الكويتي لدينا شخص وهذا الوالد رحمه حال أبوه صال أسبوع صال أسبوع من المفقد لا ندري مصيرهم شنو لا ندري عليش نكذوهم الناس طالع على باب الله صيادة ما طالعنا عليش ثاني هم من اللزموهم السلطات الكويتية والحد دائما ما دري مصيرهم شنو وهذا والد يسب حالي الضيم حالي جايكفون حاتلي رجال مريض عمره ستة وثمانين سنة ما يتحمل هالمعانات وما يتحمل هالعذاب يعني واحد ابني ما تقول فاغدة صال أسبوع حسنا من الريد فد مستمسك يعني شوف شغلاتهم شني صار منهما صغر حسنا ما حاجة ينطل نجده من ذاك اليوم الهليوم صار الأسبوع وهذا بحاجة وشوفون حالي يبغان شوفون حالتي عمري ستة وثمانين سنة وهالي ولد مسكين عنده خمسة أطفال وانا رات بأربعمية دينار وعائلتي كبيرة وما عدنا غير الصيد وطلعت للشط للبحر اللي قف سمشات مبيعين فوق رواتبنا الضعاف وناكلها حتى تعالوا شوفوا بيوتنا قاعدين بخرف مهدمات ما عدنا مكان نسكن بيه ماينا مالح ماس النخل ماس كل شي علشنو نعيش منا النهران هم سدوها علينا أمبلابنا ما سطلع للشاط راه للبحر يسبب الله عنده أربع بنات وبرته وآنا وأهوة وأخوانه وأم عيوز وهي السال في اللي كطوها للكوين البحر دائلهم منعونه لا نطلع دعونا مشاهدين الكرام نتابع الآن بعض التعليقات التي وردت بشأن هذين المقطعين ماجد يقول صحيحة كناس تعبان بقضاء الفاو على الله وعلى الصيد عم كاف انتهاكات واعتداء على العراقيين حسبي الله نعم الوكيل ضياء يقول نداءنا للخارجية العراقية إلى متى يستمر التمادي ولماذا الخنوع والسكوت على واقع التجاوزات من قبل خفر السواحل الكويتي مصطفى يقول حسبنا الله ونعم الوكيل بلد تايه ومبيوع أرض وماء وحتى البشر وعقيل يقول لماذا لا يحرك العراق خفر سواحل لحماية الممر البحري ولا يحق للكويت منع الصياد من استخدام تلك القناة مشاهدين الكرام نستمع لبعض الآراء من قبل المواطنين متصلين معنا سيدة أم أحمد من الموصل أولى المتصلات فضل يا أم أحمد السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يعني أم المعتغلين أثنين نعم الله يعافيك والله يهنيك أنا قبل يمكن سنة هيك أقل من سنة أمينا خبرتك نعم وعلموا ولادي أثنين والروح والجاية بادلتنا وظالم لا ينتمون لها طريق ولا راحة ولا جب المقبل السري والعدوات الشخصية التهموهم تهمة إرهاب يا أم أحمد هم تهمة إرهاب تهمة إرهاب أخويا محمد الله يعافيك كلية هي ندى الموصل هاي أكثر هم تهمة إرهاب يعني الظار السطر الواحد سواب وعرهاب ظلم ما قهيكي تعدا نروح على الزيارات أنت بهدل والله تبهدل أنت بهدل ما عارفين أروح تروح أنت تعرفون الشخص أو أم أحمد تعرفون الشخص اللي تسبب باعتقال والديتش يعني معروف بالمنطقة يعدهم عداوة بأحد يعني هذا المقبل السري أي خطبة السري المقبل الساعة لا تقول فلاك لا تقول فلاك السال فتاة تقول الله يعينيك وحرامات اللي يولد هدولة بسي شيء لكن ما قبل السول فلاك الساعلها وما قبل تقول فلاك قصة نعم نعم تحتاج هذه القضايا إلى وقت بالشرح بس أنا سألت هذا السؤال قضية المخبر يعني قصدي أنه كان إذا كان شخص أنت تعرفوه مثلا حاولت مثلا إذا كان معروف أنه تتوسطون أو تلقون حل أنه يتنازل أو شيء معين من هذا القبيل الله يعاقيك شا نقوله كالحكي فالله واحد يخاف الناس المات خاف الله تخوف إلي هذا ولا مضالين بس جونات ملاجحين إذن إهلا يمطوا حفو المهندرين حفو يشمل مين وخلي مين يا ودنتوا أن أعطوا هذا وقالتوا أيا للشباب هاي اللي دعا بالسجون أم أحمد أنا ما رد أرسم صورة سوداوية للناس بس خلينا نتكلم واقع شوي وحضرتك امرأة واعية ومثقفة سيد أم أحمد الناس اللي دخلوا أبنائكم للسجون حتى يبيعوا لهم المخدرات حتى يتاجرون بيهم بيعوا شراء بين السجون والمعتقلات حتى يبتزوكم أنتوا أهلهم يأخذون منكم الفلوس والدور تتوقعين يطلعوهم والله أنت بهدل من جعدا روح أنت بهدل والله أنت بهدل من جعدا روح أخوية نعم نعم حلو والله أنت بهدل وانت أزل وعني حرمة كبيرة معدك جرنوب أطافح على هذا نطافح على هذا صحيح أنا قصدي هذا الكلام اللي دي نتكلم به سيد أحمد دولة اللي دي تاجرون بقضية العفو العام من مسؤولين وسياسيين بابنينة والموصل وغيرها دولة دي يستخدموها لأغراض انتخابية وسياسية يوم أحمد دولة مستحيل مستحيل عندهم صلاحيات السلطات أنهم يطلعون السجناء لأن الموضوع بيفلوس والله حرامات حرامات السجونة مكرسة مظاليم يعني أنا أقول لهم من أثنين عندي مستاد أحمد محمد أثنين عندي مستودين بس في جنو واحد مواليد تسعين والآخر أذخر ولا راح ولا جم ولا نسمو لهذا الطريق والله لو رايحين ما أصلهم لو أقلين هذا المكان ما أصلهم لو رايحين وماشين مع داعش ما أصلهم إليه ليش يولوهيكي هفظهم هذا أسعاني قبل الحيطان ما عندي يعني وشي الله يكون بعاني شوما أحمد أنا أتمنى أتمنى هذه الأصوات أتمنى أن أرجعك لهم بعدها لحظة أشفت ما شفت إبني ألا بالهالات سيدة محمد أنا أشكر حضرتك أشكر حضرتك شكرا جزيلا طبعا للمشاركة إن شاء الله يا ربي هذه المناشئتات وهذه الأصوات وهذه الرسائل اللي إذا تطلع من حضراتكم ربما لعل وعسى نتمنى أن نتصل إلى من يهمه الأمر إلى شخص صاحب ضمير يتدخل بشكل جاد وفعال في سبيل إنهاء معاناة المعتقلين الأبرياء داخل السجون مشاهدين الكرام نستمع لرأي السيد أبو علي من واسط تفضل يا أبو علي السلام عليكم أحمد وعليكم السلام ورحمة الله هذه أم أحمد وحدة من أهلاف موجودة في أراقنا الحبيب لكن نقول حسن الله ونعم الوكيل متاجرة في أولادهم متاجرة في أرواحهم متاجرة حتى في أصواتهم لكن ماذا نقول لبلد؟ بلد لا يستطيع أن يحمي شعبه بلد لا يستطيع حتى أن يحمي حدوده بلد بيع من قبل السياسيين يعني اليوم مشكلة الفاوض هي مشكلة بدأت بعد 2003 نعم وأترفوا الكويتين نفسهم قالوا نحن أعطينا 6 مليون دولار لإفاوضنا على الحدود البحرية لخوة عبدو هم نفسهم أترفوا فلذلك اليوم تلاقي الحكومة تصريح شكل حتى المحكمة الاتحادية تصريح شكل وجلوس للمفاوضات شكل ما المفروض يتحاسب العامري والمالكي على بيعهم أراضي العراق؟ ما المفروض يتحاسب محافظة البصرة سعد العيداني على بيع أجزاء من أراضي العراق؟ هو المفروض في دولة يحكمها القانون لكن نحن الدولة اليوم يحكمها الهواء يعني اليوم لو تلاحظ أنت منه اللي حاكم اليوم الدولة؟ حاكم همه المالكي زي المحكمة الاتحادية من أبطلة قرار سنة 2012 وزمن منه مو زمن المالكي مو صوت عليها البرلمان؟ لعليش ما يحاكموا النور المالكي؟ حتى النور المالكي من يجي اتصالاتها مع الكويتين يقولهم ما كم شغلة تحسوا بأمان ترى هذا الكلام مأخوض خيراً لكن الكويتين بعد 1990 وعاو اليوم لو تلاحظ الحكام الكويتين وين ما يروحون؟ لأي دولة، لأي مجتمع يتروحون مشكلة خورة عبدالله حتى تكون دولية لأن يعرف الشخص اللي يبيع بلدي هذا موثقة صحيح يعني تخيل أنت من تجي يعني يعني يقولك هذا باع بلد علية أكيد هذا موثقة أنا ما أقدر أتخفيه لذلك اليوم التجاوزات اللي يصير على الصيادين والقتل وغيرها وغيرها هذا بسبب ضعف الدولة وين دعاة السيادة والبلد اللي اللي متحقق استقراره اللي بيوجود عناصر إيران وميليشيات الحشد وين هم دولة؟ ليش مدى نسمع لهم حس ولا نفس لما يصير الموضوع بأذية على المواطن العراقي بضرب على سكان العراق أنا أقول لها محمد إن قتل به واحد من الولائيين إن قتل به واحد من الميليشيات لا فلذلك مداما قتل به واحد من الشعب ما حد راح يتجي به صحيح يعني الآن أنا أستغرب حتى يعني بس قناتكم وأنتم اللي ظهرت هذا الشيء معنى هذا موجود على وسائل التواصل نعم طيب إحنا عقدنا قنوات ثانية ماكو زين هل يعني اليوم بلد أستاذ الحمد اللي من أقول بلد تائه نعم اليوم اختتال بين الجيش وبين البيش مرقة رئيس قائد العامة طوات المسلحة ما يتجب الدنيا طشت له رشح فعلا بلد تائه يعني عندنا اليوم أشخاص يهددون يهددون أمريكا ويدخلون الحرب مع إسرائيل لذلك عندنا رئيس الوزراء شا تسوي القادة العامة قوات المسلحة تعالى منهم قادة يعني صراحة علواء علواء الناس كلها وسحنا اليوم هم نعرض إن شاء الله بحلقتنا بفقرة الهاشتاك تابعها سيد أبا إن شاء الله يعني الناس كلها تسأل الولائين وينهم جمعت قادمون يا قدس وقادمون يا فلسطين وحنضرب الاستفارة وحنضرب محيط قاعدة عين الأسد وهلك اللاوات هاي عموما أن أشكرك سيد أبو علي شكرا جزيلا للمشاركة ويانا أبو محمد من ديالة تفضل يا أبو محمد علي أبو محمد حياك الله أين يا أخوة العجل بس أشاء الله على المجل العقل العام وانطرح جاء شوبة يومي أخبار يا راحي صعب البرلمان يا أجرام البرلمان يا راحي محمد الحلبوسي وانطرح هستلقى ينطرح بكثرة قبل هاي الانتخابات الحتصير من مجالس المحافظات من تخلص الانتخابات ينسوا للموضوع وينتظرون الانتخابات الوراها يا أبو بعض النواة بعض النواة بديت يصرح وانطرح وانطرح الحلبوسي راح صعب البرلمان يعني أنت متوقف على الحلبوسي يعني أنا غير نعرف عندي سؤال من الناحية المنطقية يعني هو الحلبوسي رئيس البرلمان حلو؟ شنو الصلاحيات اللي بيدها مثلا شي ريدي يسوي هو احنا هم نريد يعني يطلع التصريح يعني يقول يمي ميمي بي اذا طلع وقال يمي هو شنو صلاحياته هو رئيس سلطة تشريعية اي قانون ما يمرر اذا ما يتم عليه تصويت طيب هذا القانون هذا القانون اذا صوتوا عليه السؤال القانون اذا صوتوا عليه قانون عفو عام على سبيل المثال تمام؟ و تم اقراره بالبرلمان اذا راح للسلطة التنفيذية تتوقع الاطار التنسيقي يرضى يتخلى عن هذه الملايين والمليارات اللي تجي عن طريق السجون؟ اكيد هو هو ما يقبل يعني غير الورق الاتفاق السياسي وهذا هو اول القرار لهم يعني سيد ابو محمد انا ما اريد احبطك لكن واقع الحال يقول العفو العام ملف حيظة المطروح على الساحة السياسية العراقية مدى الحياة ربما طالما وجدت هاي الاحزاب لانه هو ملف للتجارة هذا مو ملف يتخذون بقرار جاد هذا ملف تجاري اليوم ينطرح على مدانتخابات نعم يعني ملك باقي الضغط عن القوة السياسية اخرى يعني بحيث هذا موجود عندي وانت اسكت الواجد نعم او استغلالكم انتم الناس واستغلال عواطفكم وحاجتكم لانه انتم تشوفون ابنائكم المظلومين ابرياء واحرار فيجوكم دولا السماسرة والمندوبين كل فترة يقول لك صوتلي وان شاء الله باذن الله العفو العام قادم يابا شوك تقادم هذا الكلام وهم اتكلم وهم اتكلموا وقالوا حتى يمقادم هذا الكلام قبل الانتخابات يعني ستجي العصة التشريعية هو لا قراءة اولى لا اثنانية يعني بقى شيء بالنسبة تشريع اربعة يالله يعني بيها يعني بيها يعني بيها بعد الانتخابات وقبر الانتخابات شكرا جزيلا ابو محمد من ديالة وصلت الفكرة اني اشكرك ويانا السيدة ام وسام من الطارمية تفضل يا ام وسام السلام عليكم استاذ محمد عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شام فاحتك يا اوه شام اكبر اهلا وسهلا ام وسام اهلا بك يا اوه اقول لك يا اوه على مدر عام والعام اي طلعوا والعالم كلها تكذسار طلعوا وكلهم كذابين ما يحتضوا الصدق نعم عدا انور الحمداني وستاذ عبد الكريم عطان وستاذي بدون اسماء عليها مآخذ يا ام وسام بل زحمة لانه هاي اسماء عليها مآخذ عليها مآخذ وعليها ملاحظات فخلينا بعيدين عن هاي موشكال يوم موشكال اي تفضلي والله خالة طلعوا كلهم كذابين نعم كذابين يستدعوهم على التلفزيون واحد من عزهم ما يقبل الصين يطل عفوه نعم ايه ايه دابتهم واصل يما الاوراق واصلهم على العفو العام ما يقبل يطي نعم ما يقبل يقول له لاش حدا كم تشلب بيهن ما تطلع العفو العام كافة عدينا حيثار انه ثلاثة شهر يوعدون بينا وماكوا يوعدون بينا وماكوا عفو عام نعم ماذا ذنبهم اولادنا يقول لك حتى ما تطلعهم من الاكل حتى اكل ما يعطلون صود علي نعم ماذا ذنبهم دوري ماذا ذنبهم مكا صدقي يا عموسام صدقي في هذا البلد اللي ما بي حاكم رشيد وحكم عادل وقضاء فاسد ايه والله شوف يا عموسام ذول الشباب الابرياء اللي بالسجن اذا ماتوا لا قدر الله تمام صدقيني يروحون ينزلون للشوارع يجيبون غيرهم بكل بساطة اي صحيح بكل بساطة صحيح يوم والله صحيح والله خالة يعني صار الناس قاد ننتظر العفو العام وفرحنا وقلنا رح يطونا عفو حتى بشط العرب مالتنا قام يخلونا نتبح اموسام شخص يتشذب شخص يتشذب على المواطن صار لعشرين سنة ايه والله يوم اتصدقي اتصدقي اليوم كذبين وأملون هو هذا السؤال حسبي الله ونعمل وكي حسبي الله ونعمل وكي شكرا سيدة اموسام من الطارمية اشكر حضرتك يا جماعة يلي تتأملون خير من هذه الاحزاب عشرين سنة عشرين سنة وعود قضوها على المواطن العراقي وعود والتصريحات يعني يأملون بالعالم والناس طبعا المحتاج والفقير والعاطفة اللي مسيطرة عليها يعني هذا معذور حقيقة الظلم اللي موجود اليوم في العراق على المواطن اللي واقع بشكل شديد يعني يعذر به المواطن لما لما عاطفته تتغلب على العقل وعلى التفكير السليم انه يصدق ممكن مجموعة من الفاسدين من اللصوص من سرقة المال العام والسبب في دخول هؤلاء الابرياء للسجون يصدقهم انه ذا قالولا ممكن يجيك العفو العام قريبا عموما مشاهدين الكرام دعونا نكمل ما لدينا من مواضيع في هذه الحلقة ننتقل الى موضوع اخر الى قضية التعليم يعاني قطاع التعليم العراقي منذ سنوات طويلة من اهمال حكومي وضعف كبير في استحداث مدارس جديدة وترميم تلك القديمة الى جانب النقص في الملاكات التعليمية ما يؤثر سلبا على مسيرة التعليم في العراق وتعد المشاريع المتلكئة للابنية المدرسية واحدة من المعضلات التي تعاني منها العملية التعليمية بعد ان بدد الفساد والاموال المخصصة لهذه المشاريع ففي ذقار ادلى نشطاء من هناك او ادلى ناشط بشهادته امام هيكل مدرسة لم يكتمل بعد ان اختفت التخصصات المالية للمشروع وذهبت ادراج الرياح دعونا نستمع لشهادته الملايين مشمرة هاي المليارات مشمرة خرب الشريف البيكم يا هو يا هالشريف البيكم خربي وعلى راسه هاي مدارس متروكة ملايين مليارات اب مكان ما سوون مدارس كرافانات كاملوا هاي المدارس يعني انتم ما بيكم شريف ما واحد يقعد يقول يا ابا تعالوا حطولي هذا بالشركة حطولي من المنثيث دولا مسؤولين المباني من المدارس مرتشين بفلوس ما يكملون هاي المدارس ولا يردون عمار كل المحافظات مو بس من ناصرية يعني انا هسا مواطن من امرا منها والله يطيق نسكر من اشوف هاي الملايين بشمرة وصار لها سنين من الالف 2012 ولحد هاي اللحظة ماك واحد منكم دولا طايا حظهم اجا كملها ودخلت بها الطلاب وظل للسؤال بالتعبانة للكريستال للمخدرات نكمل مشاهدين الكرام مع هذا الموضوع بالرغم من ان عدد مباني المدارس قليل في العراق الا ان نحو 13 مليون تلميذ التحقوا بالعام الدراسي الجديد منذ نحو ثلاثة اسابيع وتشير الاحصاءات الى ان البنية التحتية للعراق متهالكة في معظم مناطقه وان نصف عدد المدارس تضررت وتحتاج الى اعادة تأهيل بينما يطبق عدد منها نظام تعليم يتوزع على حصص عدة لمحاولة استيعاب اكبر عدد ممكن من التلاميذ في نظام ثنائي وثلاثي وحتى رباعي في بعض المدارس وفيما جرى افتتاح اكثر من 400 مدرسة جديدة خلال العام الجاري وفقا لبيانات رسمية تفيد تقارير الدولية بان نحو 50 بالمئة من المدارس الحالية في العراق بحاجة الى عمليات اعادة تأهيل للتخفيف من الاكتظاظ الحاصل في الصفوف التي يتجاوز عدد الطلبة في اغلبها الى اكثر من 50 تلميذا نأتي الى محافظة القادسية اذ استغرب ناشط من هناك عدم مباشرة الطلبة بالدوام في احدى المدارس التي جرى البدء بدء العملي في تشييدها منذ ثماني سنوات وبالرغم من وصولها الى مراحل متقدمة في الانجاز لنستمع محمد الشاح السودان مدير التربية ووزير التربية ومحافظة ديوانية ومدير تربية ديوانية هذه المدرسة الوراي صار لها تقريبا 8 سنوات كانت هيكل واجه قبل خمسة شهر او ستة شهر كملوه الحمدلله والشكر كملت على اخر حبايا الصبغ الصبغ الوارا مصبوغة من كل شيء كامل من كل شيء كامل ما شنو ما فتحو هاي السنة ليش اريد اعرف السبب شنو اللي ما خلاكم تفتحونا هاي السنة ليش ما فتحتوها ما عايزة من نهيج المدرسة بس الجدار هاي ليش ما فتحتوها مثل ما نشوف هاي سحنا طلابنا قاعد يدومون باكتر من مدرسة قاعد يدومون اربع دوامات وخمس دوامات وست دوامات ليش ما فتحتها المدرسة فتحت خط ها ما فتحتوها المدرسة شوف هذه الصراحة شوف هذا المعور شنو هذا هذا لم تتكبر هذا جدار م rows التافل هذا جدار شنو م row m فتحوذيني تشت thấy خت ها حظيph هذه ختها فتحوها بس ها ما فتحوها فهذا فقط الجدار يجعلونها و كل شئ ۖ يعني كيلش يجهز بها و ستحق الفتح شوف الدواخ ، اخرى شوف الدواخ inte شوف نستمر مع هذا الموضوع مشاهدين الكرام ونبقى في محافظة القادسية ننتقل إلى قضاء عفك حيث رصد ناشط من هناك محاولة لملمة فضيحة تتعلق بأحدى المدارس المتلكئة بعد تصوية أساساتها وهدمها وتجريف أرضها لبناء المدرسة من جديد وذلك بعد أن توخرت أموالها قبل أكثر من ثماني سنوات لنشاهد عن الفساد اللي صار بمدينة عثق ما صار بكل دول العالم ولا صار بكل المحافظة هاي السرقة اللي صارت تعجز عنها الشياطين الشياطين ما فكرت مثل ما فكروا أنه ذول اللي سرقوا هاي المدرسة هاي اللي شوفونا هسا التفليش هاي صبات ما الأساس صبات ما الأساس مدرسة قبل ثمان سنوات بنوا أساس مدرسة هنا بقضاء عفك بساحة التمثيل قبل ثمان سنوات وانسرقت فلوس هاي المدرسة المرصودة الهي مليارين مليارين ونوس ما نعرف انسرقت الأموال المخصصة لهاي المدرسة ودفنوا الأساس دفنوا بتراب صار لها ثمان سنوات انتشر الموضوع مواقع التواصل الاجتماعي وجد قناة دجلة هنا صورت وقناة السومرية حتشين بهذا الموضوع المدرسة المدفونة بساحة التمثيل اليوم تحولت الغيرجة ما أدري قاول صيني على المدارس الصينية حفروا الصب حفرو الصب وراح يسوون مدرسة من جديد هذا اللي عرفنا على أساس راح يسوون مدرسة من جديد بس احنا نقول وين الفلوس اللي صارت بالمرحلة الأولى اللي انصرفت بالمرحلة الأولى اللي كانت لديك المدرسة وين الفلوس اللي انصرفت بالبداية وين المليارات مشاهدين الكرام نستعرض بعض التعليقات التي وردت بشأن هذه المقاطع سيف يقول للعلم ملف هذه المدرسة موجود في نزاهة الديوانية ومحدة حاسب من المفسدين لابد من تحرك قبل إزالة جميع الصبات ويبنون أساس جديد وينتهي أمرها إلى الأبد حسبنا الله نعم الوكيل مصطفى يقول للمعلومة بوقتها كانت أشتغل بمحل النجارة لمقابل ساحة التمثيل وجابوا الشيش بناء بتريلات وإجا كشف أخذ صور للشيش وثاني يوم تحمل الشيش باللي تريل نفسها ورجعوه يعني ظاهر مأجرين الشيش لغرض الكشف فقط وأنا مسؤول عن كلامي غزوان يقول ما عدنا مدرسة في حي أور كاملة من 2014 بس تجهيز أو مسدودة من المسؤول على هذا الموضوع ما نعرف علما أن المنطقة ما بيها بس مدرسة أهلية حسين يقول بس أريد أعرف شنو دور النائب يعين ليش ما يسوي خلية أو يقول يعني ليش ما يسوي خلية لمتابعة مثل هيتش أمور طيب ننتقل مشاهدين إلى موضوع آخر في هذه الحلقة يعاني سائقو الشاحنات في المحافظات العراقية من انتشار ظاهرة الابتزاز عند نقاط التفتيش والحواجز على الطرق الخارجية وفي مداخل العاصمة بغداد حيث يتم فرض أتاوات على الشاحنات المحملة بالبضائع والمواد للسماح لها بالعبور واتهم سائقو شاحنات قدموا إلى العاصمة بغداد عبر بوابة بغداد من جهة الشمال وتحديدا عبر سيطرة الحسينية اتهم القوات الحكومية التي تقف عند نقاط السيطرة متمثلة برجال المرور بفرض أتاوات عليهم مقابل السماح لهم بالمرور في مشهد متواصل منذ عشرين سنة لواقع العراق الذي يرزح تحت سطوة الفاسدين لنشاهد يا بهاي بالبوابة والبغداد المرور مالي الحسينية واقف على السيارات اللوريات يعني أساني محمد منخضر يريد من عندي خمسة وعشرين هسا ما عبرت ربيت ليه ما عبرت ما خلاني عبرفرني ورجعني يعني يريد من عندي خمسة وعشرين اللي فعني مالي خمسة وعشرين الله يرضاها يا محمد ماكو يشترى نظام يعني مخضر الزمسة ربعا تزدحام وانداغ من المطأم والضفاف مات جديدة داغ للبوابة شوف شوف هذا الضمم هذا السايد من ناخل هذا السايد طريلة يعني زينا مخضر ما يتحمل طماطع ما يتحمل وسهل ساعة بالأربع الفجر راح تخيص الطماطع ما يتحمل مسؤوليتها نستمر مع هذا الموضوع مشاهدين الكرام في أثناء ذلك اشتكى سائقو شاحنات من الازدحامات وطوابير السيارات الطويلة بسبب فرض الاتوات في السيطرات الواقعة بين مدينتي كاركوك ومحافظة ديالا وبين مدينة كاركوك ومحافظة ديالا لسيما الشاحنات المحملة بالبضائع بحسب حمولتها ووفق تقديراتهم الخاصة وشكل عديد من السائقين من تعرضهم للابتزاز المالي في سيطرات داقوق وتازة جنوب كاركوك وصولا إلى العظيم في ديالا مؤكدين دفع خمسين ألف دينار عراقي من أجل إكمال طريقهم في ظل صمت حكومي مطبق تجاه هذه الممارسات لنشاهد تريلاتها طريق كاركوك من نرجع تدخل محافظة ديالا باع التريلات اللي نسوينه باع الناس وين تروح على مدينة قطون كل تريلات خمسين ألف السليم هاك باع الناس وين تروح باع 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 هكو مسؤولي حاسب السيطرة اللي نسوينه تريلات طريق العظيم هذا من ترجع من كاركوك شو ندرمي الناس باع التريلات وين نحن بياه بالصومال وين الله لا يوفقكم من المسؤول نتابع الآن مشاهدين الكرام بعض التعليقات التي وردت بشأن هذه المقاطع أبو راهف يقول والله صحيح إذا مو فلوس ما تعبر كلهم يأخذون فلوس ماك واحد ما يأخذ فلوس محمد يقول حسبنا الله نعم الوكيل عليكم يا ظالمين شنو ذنب هاي العالم الفقرة ليش يتشم حاربين السائق الفقير اللي عايف أهله بسبب العيشة الصعبة محمد يقول المنتسب بالسيطرة يوميتها مؤقل من مليون دينار قط لأن راتبة قليل مليون ونص ما يكفي تريد تعبر السيطرة ادفع المالات تفوت ويأخذ لك تحية صالح يقول المفروض يصير بالعراق وزارة السيطرات بوارد اكثر من الميناء والمتروح جبايات رسومات وضرائب وغرامات ونداءات ابو تريلا يشتغل للدولة حسبنا الله ونعم الوكيل نستمع لرأي السيد ابو علي من الديوانيات فضل يا ابو علي السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حفيم الكريم نسمع احنا دولة بطن دولة بس ما نسامع بالعالم مئة دولة بدولة لأن احنا عدنا مئة حزب ومئة حزب كلهم دولة بدولة والشعب ضال بلا دولة صحيح لو اكو دولة من هل مئة واحد دولة عجبت المواطن وشافت احتيازات شنوه الفساد ما صار هذا بالحراف يعني السادة الدوانية بدون محافرات الثمانتعش الفساد اللي ما موجود بالعالم لو نطلع للفضائيات حتى النزاع الحاكم يقولون نطلع الملف ونوديهم للدولة ونوديهم لفاس الدين ثاني يوم طلع رجال دوامة وتحلل رجبة نعم دور تحلل عشان محاول صار مدير نعم صحيح ما صاري على كل دول العالم ما صاري أنا مو مدير على المواطن من باقي الدوانية بس هو الدوانية ليش ما تطلع الطالب يعني الدوانية ليش ما تطلع الطالب لا مستشفيات عجم هذا السؤال هذا السؤال مهم يا أبو أريد منك جواب أو رد على السؤال اللي حضرتك تفضلت به الناس ليش مدى تطلع رغم هذا الظلم والله الناس ما قدر يشتغل فيها غفيران اتخاف عمانا إذا أحتي أطلع يا غير عم اتخاف بس تطلع مظاهرات على المحافظة المحافظة لا تنقل مدولة أربعة أربعة تجي المكافحة وتدخل التريح لأن ما يعرفون لغتنا لأن هم من لغتنا ما يعرفون الأكرم مثلا يقول الزلقين والفقيل ما تتوالمون هذول لحدهم مليارات والدولة لهم القانون لهم بس تطلع يقول للهرهابية وما يتدر الباع الدوانية حاشة بدغرة في الطين ويعرفون كل الزلقين يعرف الشعب الدواني أضعف شعب بالعراق كله وكثر فقرابي ومستقوين علي ناكب ناكب من المرجعية ناكب السودانية عم تعالوا لنا للدوانية والله وقح الله حضباتنا والله وقح حضباتنا لن تبث الحكاية ولا تبث الأحساب الأحساب أكثر من هذه ما يوجد يعني والله دمورنا الله يكون دمورنا يعني يعني سألنا بالنسبة لي يقولون يعني تهاجر سغير دولة ولكن الله نهاجر بالنسبة لي عدد بك حصل سنة سنة قبل لها موتا ارتاح الفي ارتاح 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 ما شوف نخلق الفازة قدام الحرامية شكرا جزيلا سيد ابو عمر سيد ابو علي من الديوانية شكرا لك للمشاركة هاي يعني وصله المواطن العراقي انه يتمنى يقضي ايام الأخيرة في اي بلد يشعر به بالارتياح يقولك سنة سنتين ثلاثة بس اشعر بيها بسلام وراحة واخلص من هاي الوجوه المعفنة اللي ده تحكم العراق طيب نكم المشاهدين الكرام ما لدينا من مواضيع في هذه الحلقة وننتقل الى موضوع اخر وهو غلاء المعيشة خلف تقلب اسعار سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي بعد انخفاض قيمة الاخير اثرا مباشرا على حياة العراقيين خاصة من ذوي الدخل المتوسط والمحدود بعد ان ادى ارتفاع قيمة الدولار الى زيادة اسعار المواد الاستهلاكية والاساسية في ظل عدم قدرة الحكومة على ضبط الاسواق والحد من تأثرها بتقلب سعر الصرف وشكى عراقيون من ارتفاع كبير في اسعار علب حليب او علب حليب الاطفال التي كان العراق قبل 2003 يوزعها مجانا على مواطنيه في الحصة التموينية من اجل التخفيف من تبعات الحصار الاقتصادي قبل ان تختفي هذه المادة من مفردات البطاقة التموينية ليترك المواطن حائرا بعد وصولها الى سعر قياسي دعونا نستمع كم سعر حليب علبة حليب الاطفال في العراق الله لا حتخبل حليب سعره 37 ألف يعني تقريبا 40 ألف حليب ما الاطفال يعني ما عارف بعد وين يريدون يوصلون بنا ما وكوه شي والله يعني نيدو نيدو هذا ماكو طفل ما يستخدم ب40 ألف 37 ألف كان سعره 30 و 32 ألف نستمر مع هذا الموضوع مشاهدين الكرام طبعا في ظل هذا الغلاء أكد مواطنون أن موجة الغلاء الجديدة أثرت سلبا على أوضاعهم المعيشية وباتت أسواق بيع الجملة شبه خالية من المشترين ما يراه التجار واقتصاديون مرتبطا بارتفاع سعر صرف الدولار في الأسواق الموازية طبعا لم يقتصر الغلاء على السلع والمواد الغذائية إذ شهد محصول الطماطم في الأسواق قفزة كبيرة في الأسعار بعد أن وصل إلى سعر 2000 دينار عراقي لكل كيلو جرام قبل أن يعود إلى 1500 دينار ويؤكد التجار في علوات بيع الخضار في بغداد أن هذه الأسعار ليست في متناول المواطن خصوصا من شريحة الفقراء وأن غياب الرقابة الحكومية أدى إلى انفجار الأسعار بهذا الشكل لنستمر جميع طماطم الفوثلاثمية وقفزة ولم يقعد الزراعة إنتظم ل Làm Stark ذار وزين الزراعة خيار من المسؤول ي 이용 للعمال كله الله اشتركوا في القناة امر يقول والله غالي يا عمي اللي ما عنده منيني يجيب الله يساعده وقاسم يقول حكومات واحزاب لا تعرف ادارة السوق ومتطلباته ولا ادارتهم بدون وعي ودراسة مضى عشرين سنة من ازمة اليخرى للأسف انتم غير مؤهلين لقيادة بلد وشعب كانت هذه طبعا جزءا من التعليقات مشاهدين الكرام التي وردت بشأن هذا الموضوع ننتقل الان الى فقرة انت ترى وردنا عبر خدمة انت ترى هذا المقطع الذي سنعرضه لحضراتكم بعد قليل لاهالي منطقة الحولي في حي الامير بقضاء القاسم في محافظة بابل اذ استغربوا من اغلاق مركز الخطيب لمحو الأمية للشهر السادس على التوالي واكد الاهالي ان سبب الاغلاق عائد الى مشاكل شخصية مع مدير المركز مضطر الاهالي للذهاب الى بغداد ومقابلة رئيس جهاز محو الأمية واصدار امر باعادة افتتاح المركز وتكليف مدير بادارة المركز بعد جلب كتاب رسميا الى قسم محو الأمية في بابل قبل ان يرفض متنفذون هذا الكتاب لينو شاهد هذه الموافقات الاصولية هذه انا مقدم طلب لفتح المركز هذا الطلب المدير تربية الهاشمية وبعدين مدير قسم محو الأمية وبعدين مدير شعبة محو الأمية بالهاشمية حصلت الموافقة لفتح المركز لكونه غير مخالف للضوابط حسب ما مدون هذا مركز محو الأمية مركز محو الأمية مركز الخطيب لمحو الأمية في محافظة بابل قضاء القاسم اللي صار قام مدير قسم محو الأمية في تربية بابل بإغلاق المركز عمدا برحة خبرونا من التربية مع البابل قالوا نهينا خدماتك بعد ما نريدك ما عرف شن السبب شن السبب خبرنا للحلة شن السبب قالوا لأنا ابوكم واشتكع علينا معلم جامعي اشتكع علي أنت نهينا خدماتك بدون سبب يعني بدون سبب هذا استهداف ما عرف ليش قف له أستاذ ما عرف ليش للسبب ما عرف نسوان تتعلم واخذانا أستاذ ثلاث موات خمسة وستين دارس عندنا خمسة وستين النسوان ثماني واربعين وحدة وليقيا ناسا مزدود بس احنا ما نعرف سليش مزدود وحوالة ديش نستند او منهم شهرين ونغلق الماركز لازم ما نعرف مين مغلق وعنا حسنا مداموين وما عدنا شي يعني وعنا نكيف يعني سلاحة نشاهد لاي يعني احنا نكيف سن نقرأ ونكتب علسات على مدين حصلنا شهادة وبعد لازم ما نعرف ليش نغلق الماركز مادي ولمع المشاهد درسنا على الساس لازم ما شو مضرعين هي من شنون لاغين خدمات هي العراق قصيدة الشعراء الحاضر الدائم بأصوات عراقية وأخرى عربية وذجلة والفرات العذب ملح أجاج من دموع المتعدين عراق المجد والتاريخ يشكو فراق الأهل والمتعاطفين كثيرون من يتطلعون بإبداعاتهم إلى انتزاع حرية مأمولة وحياة تليق بشعوب تستحق الصاعدون إلى السماء جهارا رسموا لمن ورث الثراء آذارا وتكاتفوا في الغيم حتى يحطلوا في حضن بغداد الهواء أنصارا محمد سيدي فاضت بك النعم وليس دونك دين فيه نعطص تابعوا برنامجنا أسبوعيا على شاشة قناة الرافدين بيت القصيد الكلمة التي تصنع الأثر وتسعى إلى التحقيق الأفضل وتنتصر للإنسان أهلا بكم من جديد مشاهدين الكرام إلى فقرة الهاشتاغ وصلنا أكد عراقيون أن ميليشيات إيران المنتشرة في العراق سوريا اليمن ولبنان وجدت لقتال سكان هذه البلدان وهذه المدن المنكوبة داخلها وتهجيرهم خدمة لأهداف إيران الطائفية في المنطقة وتغيير ديمغرافية تلك المدن إذ لا يمكن أن تكون هذه الميليشيات بأي شكل من الأشكال بندقية ضد الكيان الصهيوني بعد عمليات القتل على الهوية التي مرستها في العراق وغيره من البلدان التي تتواجد فيها وتساءل عراقيون على منصات التواصل الاجتماعي عن وصير شعارات المقاومة التي ترفعها ميليشيات الحجد الشعبي وزعماء هذه الميليشيات التي لطالما تبجحوا بها في ظل استمرار العدوان على غزة دعونا نستعرض معا جانبا من تساؤلاتهم مع وسم غزة تنتظر الولائيين وهو وسم ساخر تصدرت عند العراق في الساعات الماضية دعونا نتابع بعضا من هذه التغريدات أو التعليقات على موقع أكس أمار يقول هل تعلم أن لدى إيران فيلق كامل اسمه فيلق القدس وأسس هذا الفيلق منذ أكثر من ثلاثين سنة على أن تكون مهمته الرسمية تحرير القدس لكن المفاجأة أن هذا الفيلق حارب على جميع الجبهات ما عد القدس عبد الرحمن يقول من سنوات ونحن نسمع طريق القدس يمر من صنعاء كربلاء بيروت دمشق وكانت هذه الفصائل تعلل وجودها بأنها من سيحرر فلسطين وأن ما يفعلونه هو لنصرة الدين آن الأوان لتشمروا عن سواعيدكم لنرى المراجل عدم مشاركتكم ونصرتكم لقطاع غزة تعني أنكم نكثتم بعهودكم لجمهوركم حسين يقول أما آن الأوان أن تنفذوا وعودكم بنصرة القدس يا من سميتم أنفسكم بالمقاومة أين هي مقاومتكم ولدينا تعليق من علي يقول أين خميني وزبانيته أين نصر الله وزمرته أين الحوثي وشلته أين قيس والعامري وزمرتهم القدس تناديكم اذهبوا وقاتلوا يا من تحسبون أنفسكم مقاومة ضد المحتل وتريدون تحرير القدس حان الوقت الذي يعرف فيه الشجاع أو الذي يعرف فيه الشجاع من الجبان والمقاوم من المقاول والمجاهد من المنافق وبهذا مشاهدين الكرام أصلوا إياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم شكرا جزيلا لكم لحسن المتابعة وإلى اللقاء شكرا جزيلا لكم